اشتركوا في القناة قالت رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سامانتا باور انها قلقة بشأن تصرفات الجماعة الارهابية وادلت سامانتا باور ببيان وذكرت في بيانها انها اجرت في وقت سابق مناغشات بناءة مع وزيرة السلام ومسؤولين اخرين بشأن المساعدات الانسانية في اقليم تيجرين وقالت انه يجب الاسرع بالمساعدات الانسانية للمنطقة مضيفة انهم توصلوا الى اتفاق مع المسؤولين الحكوميين ومع ذلك قالت سامانتا باور انها قلقة بشأن انتقال الجفهة الشعبية لتحرير تيجرين الارهابية الى المناطق المجاورة خلال الازمة الانسانية وانتية للعمليات العسكرية لجفهة تحرير تيجرين الارهابية ندح مائة وخمسون الف شخص من اغليم امهرة وستة وسبعون الف من اغليم عفار وقالت رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان المغزون الموجود في اثيوبيا يحتوي على اكثر من ثمانة وخمسون الف طن من الحبوب وكما هو معلوم ان رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التي تذور اثيوبيا كانت قد زارت السودان خلال الايام الماضية قال النائب مدير من مركز اطلانتيك افريكا ان الجبهة الشعبية لتحرير تيجرين التي تضطهد اثيوبيا منذ اكثر من عقدين تعرقل الان المساعدات الانسانية لمنطقة تيجرين وفي حديث له مع بي بي سي نيوز عن الوضع الانساني الجبهة الشعبية لتحرير تيجرين هي التي تسبب الازمة الانسانية الحالية في المنطقة وافاد نائب مدير المركز ان الحكومة الاثيبية تقاتل منظمة ارهابية ترفض قبول وقف منفصل لاطلاق النار مضيفا ان المواطنين نذحوا بسبب هجمات التنظيم في منطقة عفر وامهر المجاورتين واوضح بروتون بعد عملية التغيير شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجرين هجوما على القوة الشمالية باقليم تيجرين وذكرت بي بي سي ان الجماعة الارهابية كثفت هجماتها وتكافح من اجل العودة الى السلطة وبحسب نائب المدير فان اكثر من عشرين اثيوبيا تعرضوا لقمع وخوف وهجمات على الهوية نتيجة على حكم الجماعة الارهابية حسى المحلل السياسي والاقتصادي لافريقيا السيد لورانس فيرمن الادارة الامريكية على تصحيح سياستها تجاه اثيوبيا ووفقا لسيد لورانس فان المحللين الامريكيين المطلعين للعلاقات الامريكية الافريقية منزعجون من معاملة الحكومة الامريكية لاثيوبيا واشار الى انه في الشهر في الاشهر الستة الاولى من رئاسة بايدن شهدنا تراجعا كبيرا في دعم الولايات المتحدة لاثيوبيا الحليف الغديم في الغرن الافريقي حيث كانت اثيوبيا زعيمة اغليمية برؤيتها الاقتصادية لتحسين مائة مليون وعشر مليون نثم وافاد فيرمن ان اثيوبيا حققت اجراءات الانتخابات العامة في الحادية والعشرون من يونيو بطريقة سلمية واكملت الجولة الثانية من ملء سد النهضة الاثيوبي تحت غياذ رئيس الوزراء الدكتور ابي احمد وكشف لورانس انه للأسف لم يكن هناك تهنئة قوية من الرئيس بايدن على اي من الانجازين مشددا على انه غير معتاد بالنسبة للانتخابات في افريقيا وانه لم يمت شخصا واحدا في عملية التصويت في اثيوبيا في المقابل مات العديد من الامريكيين اثناء الانتخابات ولفت فيرمان ان الرئيس بايدن فشل في الاشادة بالتعبئة الثانية لما يغرب من 14 مليار متر مكعب من المياه في خزان سد النهضة توقع رئيس المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية بالسويد السيد ياسين احمد بعقاي ان تنخرط مصر والسودان في مفاوضات جديدة بشأن قضية سد النهضة خاصة بعد قرار مجلس الامن الدولي برفض تدوير الغضية ويعادتها الى الاتحاد الافريقي واكد في مقابلة مع عربي 21 ان اثيوبيا ترفض بشكل قاطع ما تسميه دولتا المصب الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل التي قررها الاستعمار الغربي وانها مع الاتفاق العادل واستخدام الرشيد لمياه النيل واشار الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هو اول رئيس المصري يقر بحقوق اثيوبيا في بناء السد من خلال التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ في الخرطوم عام 2015 الذي يشكل قاعدة صلبة في مواجهة اي مزاعم تتعلق بتفرد اثيوبيا وفرض الامر الواقع واعرب بعقاي عن سغته بمبادرة الوساطة الجزائرية وعلى الدبلوماسية الجزائرية الحكيمة في استيناف المفاوضات الى امرين اولهما ان اثيوبيا تتمتع بعلاقات جيدة ومتميزة مع الجزائر وتسق فيها كطرف محايد وتتمتع بعنق الافريقي عربي مشترك واثيوبيا لديها تجربة مع الوساطة الجزائرية في الاصول الى اتفاق سلام بينهما وبين ايرتريا عام 2000 بعد صراع امتد الى 20 عاما كما انها تتمتع بعلاقات متميزة مع مصر والسودان واوضح ان اثيوبيا ترفض مطالب مصر والسودان بضرورة الوصول الى اتفاق ملزم بشأن كميات المياه وسنوات التعبئة والتخزين لان هذه المطالب تعني فرض الحقوق والحسط التاريخية وتزعمان انها حقوق مشروعة الا ان اثيوبيا ترى ان هذه الحقوق جاءت لخدمة المستعمر انزاك وهي اتفاقيات جائرة وظالمة والفت ان اثيوبيا ترضي باتفاق ملزم وعادل على اساس صفقة جديدة امام ما يتعلق بتقسيم مياه النيل فنحن نوافق عليه في اطلاع اتفاقية عن تيبي استدعت جذر القمر سفيرها في القاهرة السفير عطاء فندي للتشاور في حلقة مغابلة صحفية صرح فيها بدعم بلاده موقفي مصر والسودان في ملف سد النهضة ووفقا للصحيفة الوطن الغمرية المحلية استدعت دولة جذر القمر سفيرها لدى القاهرة عطاء فندي للتشاور وذلك على خلفية التصريحات التي ادلى بها في مغابلة مع صحيفة اخبار اليوم المصرية في السامن من يوليو قال فيها بان بلاده تدعم القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة وذكرت الصحيفة نغلا عن وزارة الخارجية انه تم استدعاء سفير جذر القمر لدى القاهرة للتشاور في مورني من قبل وذير خارجية دولة جذر القمر ظهير دول كمان وفادت الصحيفة بانه خلافا لموقف الاتحاد الفريقي الذي تتولى جذر القمر منصب نايف رئيس فيه اعلن الدبلوماسي في مقابلة النمورني ايدت القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة واشارت الى ان السفير عطاء فندي اول دبلوماسي من جذر القمر يتحمل وطأة الازمة موضحة انه يتهم باتخاذ موقف مخالف لموقف بلاده في القضية الحساسة للغاية الخاصة بسد النهضة الاثيبي رحب السودان بالمبادرة الجذائرية للوساطة بين الخرطوم والقاهرة والثيبيا لتوصل الى حل يرضي الاطراف السلاسة بشعن ازمة سد النهضة واكد المتحدث المفاوض بملف سد النهضة بوزارة الخارجية السودانية عمر الفاروق في تصريحاته لالعين الاخبارية تمسك بلاده بضرورة التوسل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة واشدد على ان موقف الخرطوم الثابت تم شرحه لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في زيارته الاخيرة للسودان موضحا ان الوصول لاتفاق غانوني ملزم هو موقف السودان منذ بداية التفاوض في عام 2011 وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قدمت لنظيرها الجزائري لدى زيارته الى الخرطوم شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في ازمة سد النهضة وقالت المهدي ان الخرطوم تسعى للتوصل الى حل دبلوماسي لازمة سد النهضة مشددة على موقف السودان السابت الذي يمثل في ضرورة الاتفاق الغانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة وقال العمامرة في تغريدته عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي شرفت بلقاء الفريق اول رقنا بالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان حيث سلمته رسالة من اخيه الرئيس تبون وأكدت له عزمنا على مواصلة الجهود للتعزيز علاقة الاخوة والتضامن وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة لكن اثيبيا طمأنت مرارا دولتيا المصب وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبيا على البلدين وفي سياق متصل كشف مصطفى حسن الزبير كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة الأثيبي رئيس الجهاد الفني بوزارة الري والموارد المائية لصيحة تفاصيل موقف السودان بعد الملء الثاني لسد وقال الزبير إن ما يهم السودان في أي تفاوض غادم هو المنهجية والتي لا بد من أن تكون فعالة وتتضمن معالم زمنية وضمانات دولية للالتزام باتفاقين وأن لا يبدأ التفاوض من الصفر والبناء على ما تم الاتفاق حوله سابقا وعدم استحداث بنود تفاوض جديدة لم يرد ذكرها في اتفاق إعلان المبادئ وأنوها الزبير إلى عدم وصول فجوة مبادرة الاتحاد الإفريقي رسميا وقال لكن نحن مع أي مقترح يجيب على شواقلنا وهي معروفة للغاصي والداني وأكد دراستهم لكل الخيارات ملفتا إلا أن السودان لديه كل الخيارات التي تمكنه للتعامل مع الغادم أيا كان بما يحفظ حقوقه ومصالحه الاستراتيجية أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية ارتفاع مستوى المياه في نهر النيل للموسم الحالي موشيرة إلى إطلاق كميات مياه إضافية من بحيرة السد العالي بغرض غسيل مجرى النيل وتحسين نوعية المياه وذلك خلال شهري أقسطس وسبتمر وذكر بيان للوزارة أن هناك تزايدا في معدلات صغوط الأمطار بمنابع النيل وبالتالي زيادة في كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ويجري متابعة الموقف المائي لاتخاذ ما يلزم إجراءات للتعامل مع إرادات النهر ولم تحدث وزارة الرئي المصرية أرغام الرئيسي رسمية بشأن مستوى المياه لا لهذا العام والذي يأتي بعد إعلان أثيوبيا الانتهاء من الملء الثاني لخزاني سد النهضة الذي تبنيه في فرع النيل الأزرق وتقول مصر والسودان أنه سيؤثر بشكل كبير على حصصهما المائية باعتبارهما دولتين مصب وهو ما تنفيه أثيوبيا دائما اتفق رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأربعاء على أهمية تسجيع جميع الأطراف الأثيوبيا على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار وتلقى حمدوك اتصال هاتفيا من بلينكين حيث ناغش الطرفان من خلال العلاقات السنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعم نسار الانتقال الدمورياتي في البلد كما تناول الاتصال مختلف الأوضاع الإغليمية خاصة التطورات الأخيرة في أثيوبيا واتفق الطرفان على أهمية تسجيع جميع الأطراف الأثيوبيا على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار والدخول في عملية حوار سياسي شامل بيهدف الحفاظ على وحدة واستغرار الدولة الأثيوبيا مع أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان في مناطق النزاع وبصورة عاجلة وأرسل رئيس وضراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد قواته إلى أغليم التقري في نوفمبر لإزاحة السلطات المحلية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير التقري إسر تعرض مع عسكرات الجيش لهجمات على يد قوات الإغليم ويشهد إغليم التقري منذ أشهر أزمة إنسانية حادة فيما يواجه مئات الآلاف من سكان خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة وصل سد النهضة الأثيبي في التاسعة والعشرون من يوليو إلى المرحلة التي يمكنه من خلالها توليد الطاقة الكهربائية من الجولة الثانية وفقا للمدير العام لمجلس تنسيق سد النهضة وأقامت عشرة جامعات من أغليم أمهر بتنظيم ورشة عمل وطنية تحت عنوان خطة واحدة تغرير واحد للتنمية المتكاملة في مدينة بحر إدار وقال الدكتور أرقاوي برهي أن السد شهادة على وحدة ومثابرة الشعب الأثيبي وأن المرحلة الثانية من السد وصلت إلى مرحلة توليد الطاقة الكهرومائية وأن بناء أكثر من 81% مكننا من كسب الحيملة الدبلوماسية وذكر أنه عند اكتماله سيفر الكهرباء لأكثر من 65 مليون شخص في أثيبيا وأننا قمنا بتطوير المشروع بروح الإمكانية وأضاف أنه سيمكن البلاد من تكرار إنجازاتها السياسية ليس فقط لأثيبيا ولكن أيضا لجميع الأفارغة وقال الدكتور أرقاوي إن مكتبه يعمل مع الجامعات في المنطقة لضمان تفوق الدبلوماسية من قلال الغضايا على حماية التربة الغائمة على الأبحاث كما دع العلماء إلى العمل معهم في تضامن وأحل المشكلات حول صد النهضة وبحسب أسمام كومي ممثل وزارة المياه والري والطاقة يعيش 28% من سكان إثيبيا حول نهر النيل وقال أن الدولة لديها القدرة على توليد 45 ألف ميجاواط من الكهرباء منها 17 ألف ميجاواط ستكون على نهر النيل وقال إنه نتوقع أن تدعم الجامعات في الإقليم تنمية النهر وروافده من خلال الحفاظ على النهر وإجراء مناغشات علمية حول استخدام النهر وبحسب البرنامي سيتم عرضه مناغشة مغالات تركز على تطوير النهر وسد النهضة قلال ورشة العمل التي تستمر يومين والتي بدأت يوم أمس قالت شركة الكهرباء الأثيبية أن السودان طلب شراء ألف ميجاواط من الطاقة وقال المدير التنفيذي لتخطيط الطاقة الكهربائية الأثيبية السيد أندو آلمسية إن العديد من البلدان الأفريقية بما في ذلك السودان أعربت عن اهتمامها بشراء الكهرباء من أثيبية وقال إن جنوب السودان وكينيا وجبوتي أعربت بالفعل عن اهتمامها بالقوة الشرائية من أثيبية وقال إن السودان تحتاج إلى ألف ميجاواط من الكهرباء وأن مؤسسته تجري محادثات مع خبراء سودانيين وقال إن موظفي المحط توجهوا إلى الخرطوم الشهر الماضي وأنه سيكون هناك خبراء سودانيين سيصلون غريبا إلى أثيبية لمواسطة المحادثات وقال إن بناء خط نغل بغدر 500 كيلو واط لإمداد كينيا بالكهرباء يوشكوا على الانتهاء وذكر أن أثيبية بنت ألفين ميجاواط من البنى التحتية خاري كينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وأضاف أنه يتم إجراء دراسة مع سياسة الطاغة في شرق إفريقيا بدعم من البنك الدولي لتمكن صومالي لاندي من حصول على الكهرباء من أثيبية وقال إن جنوب السودان أعربت عن رغبتها في الكهرباء في رسالتي وأنه سيسافر فريق من الخبراء غريبا إلى جنوب السودان لإجراء دراسة حول إنشاء خط الكهرباء وبحسب وكالة الأنباء الأثيبية قال أندو ألم أن سد النهض الأثيبي زو أهمية كبيرة ليس فقط لأثيبية ولكن أيضا لأفريقيا وغال إن الطلب الحالي على الكهرباء من الدعم يظهر أيضا أملهم في السد وأن أثيبية تستعمل بجدية أكبر وستفخر بها إفريقيا تخطط مجموعة دانغوتي الإستثمارية التي يملكها رجل الأعمال الناجيري وأغنى رجل في أفريقيا أليكو دانغوتي للاستثمار في أثيبية وقال مسؤوله في الحكومة الأثيبية أن هناك رغبة لدى مجموعة دانغوتي التي يملكها وشركة كوكاكولا للمشروبات الغذائية للاستثمار في سوق السكر الأثيبي وأوضح المسؤول أن هناك مستثمرين آخرين عربوا عن رغبتهم في الأسواق الاستثمارية في سوق السكر الأثيبي وذلك في الوقت التي تواصل فيه السلطات فتح الاقتصاد أمام مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وقال بروك تاية المستشار البارز بوزارة المالية وفق وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الأثيبية تخطط لخسخصة عشرة مصانع السكر من بينها أربعة مصانع سيتم خسخصتها في قدون التسعة أشهر المقبلة وأضاف تاية في مغابلة مع وكالة بلومبورغ للأنباء يوم الأسنين الماضي أن الحكومة عينت شركة إيرنست أند يونغ للاستثمارات المالية ومراجعة الحسابات لتقديم المشورة بشأن الصفغات المحتملة وتشير بلومبورغ لأن خسخصة المصانع يتأتي في إطار خطة التحول الاقتصادي التي ساقها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد لتعزيز الاستثمار وخلق وظائف وفي مايو الماضي منحت الحكومة الأسيوبية تلقيص لتقديم خدمات الاتصالات في البلاد لتحالف تقوده شركة سفاريكوم كما أعلنت الحكومة في وقت لاحق عن بدي عملية بيع حصة إغليمية في إحدى شركات الاتصالات المملوكة للدولة وتابعتها قائلا أن الخطوة التالية هي نشر وسائق المناقصات اللاذمة للدفعة الأولى من مزارع السكر التي ستتعرض عليها المشاركين المحليين والدولين من الغطايا الخاص ولم تتمكن بلومبورغ من الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم مجموعة دانغوتي التي تتركز أنشطتها على صناعة السكرية في أفريقيا وقال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد أن إيرادات بلاده من الصادرات سجل 3.5 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها وأشار إلى أن أكبر رغم للصادرات الأسجيبية بلغت 3 مليارات دولار وهو ما اعتبره تغييرا حقيقيا في اقتصاد البلد وفي القتام مشاهدين الكرام نشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله وإلى اللغاء في يوم الجماعة الغادمة اشتركوا في القناة